اهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج اخر من منتدى اميكو موضوعنا اليوم سيكون عن مناسبة عيد الصليب في اثيوبيا وللحديث اكتر والتعرف عن تاريخ الصليب سيكون معنا ممثل الكنيسة القبطية الارتدوكسية في اثيوبيا ابونا انجلوس فكونوا معنا اهلا بك ابونا شكرا لك ابونا لقبول الدعوة واستقبالك في منذلك شكرا لكم على دعوتكم الكريمة وحضوركم يعني سنبدأ بمعرفة ما هو التاريخ عيد الصليب وما هي اهميته في الكنيسة القبطية والكنيسة الاثيوبية الارتدوكسية عيد الصليب من الاعياد يعتبر من الاعياد السيدية يعتبر يعامل معاملة الاعياد السيدية في الكنيسة القبطية والكنيسة الاسيوبية لان الكنيسة القبطية والكنيسة الاسيوبية هم الاثنين ابناء ماري مرجس الرسول والاثنين بيشتركوا في نفس التكويم ونفس الكالندر تاريخ تعييد عيد الصليب يرجع لسنة 326 ميلادين لما الملكة هلانة والدت الامبراطور قسطنطين بعد أن صار قسطنطين مسيحيا اجتهت أن هي تشوف الصليب فاستأزنت الامبراطور قسطنطين وخدت معها 3000 جندي وراحت أوروشاليم تدور على الصليب عيد الصليب فيه عيدين في السنة العيد الأول الاكتشاف بتاعه 10 برامهات بالتقويم الجبطي اللي هو 10 ميجا بيت بالأسيوبي بس علشان 10 برامهات أو 10 ميجا بيت بيوفق الصوم الكبير فبيتعيد فيه يوم واحد بس والأباء بعد كده أجلوا الاحتفال لتتشين كنيسة الصليب يوم 17 توت أو 17 مسكرة فاحتفلوا بالصليب 3 أيام 17 18 19 لما الملكة هيلانا راحت لأوروشاليم عشان تبحث على الصليب جاعدت تسأل فاليهود عملوا مؤامرة أو اتفقوا مع بعضهم أنه ما يدلوش على مكان الصليب فجابت رجل عجوز خالص وسألته فين الصليب وجاب لت القديس يهوزة أسقف قرشاليم وسألته عن مكان الصليب فدلها على تل كبير وجلها هنا كان بيجولنا الأباء والأجداد أن هنا مدفون الصليب بتاع يسوع النصير أثناء التفتيش عن الصليب صلى القديس يهوزة أسقف قرشاليم صلاة طويلة كده أن ربنا يكشف مكان الصليب فانشقت الأرض سلاس طرق وظهروا ثلاث سلباء اللي هو صليب السيد المسيح واللس اليمين واللس الشمال طب هما مش عارفين أي واحد فيهم صليب المسيح فكان معديين بجنازة ميت فأمر القديس يهوزة أن يوجه في الميت حطوه على الصليب الأول ما جمشي حطوه على الصليب الثاني ما جمشي حطوه على الصليب الثالث جامل ميت فتحققوا أنه ده صليب السيد المسيح لما لجيوا الصليب لجيوا معاه اللوحة اللي مكتوب عليها هذا هو ملك اليهود وليجيوا أكليل الشوق وليجيوا المسامير فاحتفلوا يوم عشر برمهات أو عشر من الجبيد باكتشاف الصليب بعد كده شرعت الملكة هلانة ببناء كنيسة القيامة أو كنيسة الصليب على مغارة الصليب اللي هي حاليا موجودة في أوروشاليم كنيسة القيامة ولما انتهت من بنائها استادعت طلبة من البابا أسانسوس الرسولي بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة الملقصية البطرق العشرين انه يحضر بالأسقفة بتوعه يدشنوا كنيسة الصليب فحضر البابا أسانسوس الرسولي وحضر بطرق القسطنطينية وبطرق القسطنية وبطرق القسطنية ودشنوا الكنيسة يوم 16 النهاردة بالليل لأن تدشين الكنيسة بياخد ليلة كاملة صلوات وتدشين ميرون أيقونات وصلوات على المية فاخدوا الليلة كلها يصلوا تدشين الكنيسة والصبح طافوا بالصليب يعني لفوا بالصليب الكنيسة واحتفلوا بعيد الصليب ثلاثة أيام اللي هو 17-18-19 بعد ما احتفلوا بالصليب ثلاثة أيام بعد كده كل بطرق كان حاضر أخذ جزء بركة من الصليب ورجع على كرسين ورجعت الملكة هلانة معاها إكليل الشوك والمسامير حتى أن أحد المسامير دي خدوا الأمبراطور قسطنطين وكان حطوا في التاج بتاعه ده بالنسبة للاحتفال التاريخي لعيد الصليب أهمية الصليب للكنيسة القبطية والكنيسة الأسيوبية الكنيسة القبطية منذ من أول مجيح ميراموركوس مصر سنة 65 ميلادية وكانت الكنيسة القبطية تستعمل الصليب في كل صلواتها يعني لا يوجد صلاة على الإطلاق سواء كانت صلاة جماعية أو صلاة لتروجية أو صلاة فردية بدون ما تبدأ بالصليب وتنتهي بالصليب حتى أن الأباء يقولوا علامة الصليب هي علامة المسيح علامة الملك فالشخص حتى العادي إن جاله فكر أو جات له حروب من عدو الخير يرشم ذاته بعلامة الصليب ينتصر على الشيطان فالصليب له أهمية لتروجية أهمية عقائدية أهمية تاريخية أهمية لتروجية أن نحن بنبدأ صلواتنا دايما برشم الصليب وننتهي بصلواتنا برشم الصليب الهمية العقائدية للصليب أن نحن عندما نرشم الصليب نقول باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين نحن نعلن عقيدة السلوس القدوس وعقيدة الوحدانية بأن الآب والابن والروح القدس إلى واحد عقيدة التسليس وعقيدة التوحيد كمان نعترف بعقيدة التجسد بأن السيد المزيح نزل من السماء وحل في بطن العدرة وأخذ جسد إنسان وصار في الهيئة كإنسان النقطة التالتة إن احنا نعترف بالفداء إن هو نجنى من الشمال لليمين عشان كده بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين فهو نجنى بالصليب من الشمال لليمين فمجرد رشم الصليب هو اعتراف بالعقيدة المسيحية كذلك الكنيسة الأسيوبية تماما تماما زي الكنيسة الجبطية لأن الاتنين أبناء مارومورغوس الاتنين كرازة مارومورغوس فنفس العقيدة المسيحية اللي موجودة في الكنيسة الجبطية والأهمية للصليب هي هي اللي موجودة في الكنيسة الأسيوبية الكنيسة الغربية قبل اكتشاف الصليب ما كانتش بتستخدم الصليب لا في صلواتها ولا بتحطوا على كنيسة بعد اكتشاف الصليب يعني بعد الكنيسة الجبطية والأسيوبية بحوالي 400 سنة ده بالنسبة للأهمية أهمية الصليب في حياة الكنيسة وفي حياة أي شخص مسيحي جميل أبونا بما أنك ذكرت ارتباط احتفال عيد الصليب بتاريخ اكتشاف الصليب المقدس على بدء الامبراطورة لنا وما هو الدورة الذي تلعبه هذه القصة في الثقافة الإيثيبية القصة اكتشاف الصليب أو القصة التاريخية الاكتشاف الصليب مسجلة في الكنيسة الجبطية والكنيسة الأسيوبية سواء كان في سنكسار أو في كتاب دورة الصليب أو في كتاب الطرحات مسجلة ولها الدور التي ترجي داخل الكنيسة يعني تستخدم في الصلوات داخل الكنيسة يعني مثلا في دورة الصليب بيقال لحن الصليب ككنيسة جبطية وبالتالي هو مترجم في الكنيسة الأسيبية وان كانت النغمة بتختلف او الموسيقى بتختلف لان دي موسيقى أسيبية ودي موسيقى جبطية ويقال لحن رسالة الامبراطور قسطنطين لما ارسلها سنة 313 للعالم المسيح كله انه الديانة المسيحية كديانة رسمية في الدولة الرومانية فالتاريخ لا ينفصل عن الثقافة وعن التراث او عن التقاليد وعن الصلوات فالحدثة التاريخية الاكتشاف الصليب مسجلة في الوسائق الكنسية والكتب الكنسية وتصلى يعني بنصليها كطرح او كلح او كمزمور في داخل الصلوات ما يصلى في الكنيسة الجبطية هو بعينه اللي بيصلى في الكنيسة الاسيوبية بس اللغة مختلفة واللحن مختلفة حسنا كيف يتم الاحتفال بعيد الصليب في الكنيسة الاسيوبية والكنيسة الجبطية وما هي التقوص الخاصة؟ في الكنيسة الجبطية في الاسور القديمة لغاية سنة 1165 قبل ما ييجي صلاح الدين ويحتل لمصر كانوا الاكباط بيروحوا على النيل كل الاكباط النهاردة طول الليل يبقوا على النيل يصلوا ويوقدوا الدمرة دي الدمرة اللي هي بيعملوها بكرة في مسكل الدباباي وفي كل الاماكن اللي بتحتفل كانوا بيطلع على النيل من اسوان الاسكندرية شرق غرب يصلوا صلوات عيد الصليب ويرموا صلبان في المية احتفالا بعيد الصليب صلبان صغيرة كده يرموها في المية وبعد كده الصبح يروحوا راجعين على الكنيس يصلوا الجداس لكن بعد ما احتل لمصر صلاح الدين منع الاقباط تماما من الخروج على النيل واحتفال بعيد الصليب فالاحتفال ظل موجود في الكنيسة لا كانش يخرج برا زي ما بيخرج هنا في اسيوبيا الا ما قبل احتلال صلاح الدين لمصر احتفال داخل الكنيسة بنيجي يوم 16 مع الغروب كده بنعمل العشية صلوات العشية صلوات المزامير صلوات التسبحة ونعمل دورة مع رفع البخور نعمل دورة بالصليب في داخل الكنيسة كاملة الاماكن اللي هي زي دير الصليب الموجود في نجادة دير الصليب ده اقدم دير في العالم كله مكرس على اسم الصليب بعد كنيسة الصليب في ارشالين والاتنين بنتهم الملكة هلانة فبنعمل في دير الصليب الدورة بتبقى في حيز الدير كله وبعد كده تسبحة نص الليل اللي هي بتبقى التسبحة كاملة على مدار الليل كله والصبح الليتروجية او الجداس يبدأ برفع بخور ودورة للصليب دورة الصليب بيبدأ مكونة من اتناشر انجيل في اتناشر مكان في وسط الكاملة في داخل الكنيسة. او داخل حيز الدير كله لمباركة الاماكن الموجودة وبعد كده يتصلى الجداس اا وكل الناس بيبقى جايبين معهم صلبان اما من زعف اما من خشب اا يبركوها ويرجعوا فرحانين بس الاحتفال بياخد مدة زمنية طويلة يعني الجداس لا يقل عن خمس ست ساعات وقبل منه تسبحة نص الليل وقبل منه العشية فبياخد وقت طويل. اما في اسيوبيا هنا نشكر ربنا ان مازال الاحتفال واخد التقليد الشعبي فبيطلعوا في المسكة للدباباي او ميدان الصليب اشتركوا في القناة